العراق بلد يخلو من الحريات ويعاني شعبه من ضياع الحرية في جميع جوانب الحياة هذه الحقيقة التي يعيشها العراقيون منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وحكمه من حكومات فاسدة تعاقبت عليه سلطت الضوء عليها مجدداً لتؤكدها وتوثقها منظمة فريدم هاوس الأمريكية في تقريرها السنوي التقرير يصنف الدول بحسب مستوى الحريات السياسية والمدنية فيها ويشمل الأداء الحكومية وحرية التعبير والاعتقاد وسلطة القانون والحرية الفردية كما يرسم خارطة تبين ما هي وأسباب تراجع بعض الدول في ذلك العراق بحسب تقرير منظمة فريدم التي تصف نفسها بأنها صوت خالص للديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم حصل في عام 2018 على 32 درجة فقط على مقياس الحرية المكون من 100 درجة وهو ما يعكس حالة متقدمة من التردي في ملف حقوق الإنسان وحريته في العراق أما الفسل فهو مشكلة كبيرة باتت متجذرة في العراق الذي تحكمه أحزاب سياسية تستنزف أمواله وثرواته وهي لا تنتمي لأرضه وأهله ورأت المنظمة أن ذلك تحقق من خلال سيطرة هذه الأحزاب والقوى على وزارات العراق ومؤسساته وتقاضيها عمولات ورشا كبيرة تصل إلى المليارات مقابل تسهيل الحصول على عقود حكومية من خلال صفقات فاسدة لا تحكمها معايير رشيدة وفي ملف القضاء والمعتقلين يصف التقرير الإجراءات وألية العمل الحكومية بالمعيبة ويذهب التقرير أبعد في تفصيل ذلك قائلا أن الاعتقالات في العراق تعسفية وتنفذ دون أوامر قضائية والتعذيب فيه بات سياسة ومنهجا بل وعرفا يطبق على المعتقلين أينما كانوا وأيا كانت تهمهم من أجل الحصول على اعترافات أيا كانت طبيعتها أما عن مسلسل الإعدامات في العراق فإضافة إلى أنه تجاوز الحدود كثيرا عام 2018 بحسب تقرير منظمة فريدم هاوس فقد كانت الحكومة خلال العام الفائت الأسرع من بين حكومات العالم في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها ولم تجد المنظمة أفضل من موضوع تبعية العراق لإيران وآثار ذلك عليه ختاما لتقريرها حيث لا يزال النظام السياسي في العراق مشوها بالتدخل من القوى الأجنبية وعلى الأخص إيران بحسب تعبير المنظمة فإيران وميليشياتها التي زرعتها بقوة ورعتها على أرضه تهدد صناع القرار والسياسيين العراقيين الذين يتحدون مصالحها وبالتالي فإيران تحكم البلد عن طريق هذه الميليشيات